أهلاً أبطالنا طلاب السادس العلمي بالحلقة الأولى من المراجعة المركز للفصل السابع طبعاً هذا الفصل راح يصير عبارة عن ثلاث حلقات للمراجعة المركز جمالته المراجعة المركزة تلقوها كلها بقاومة التشغيل خلننبلش على مدمضيع وقت الفصل السابع اسمه الكترونيات الحالة الصلبة شو اسمه؟ الكترونيات الحالة الصلبة شباب هذا الفصل الكترونيات الحالة الصلبة أساس عملت للشغلات أولاً الثنائيات ثانياً الترانسسترات ثالثاً الدوائر المتكاملة الثنائيات يعني أنا أعدي بهذا الفصل الثلاث مواضيع ثنائيات الترانسسترات دوائر متكاملة زين هسا هاي المحاضرة كلها ما راح نبدي لا بالثنائيات ولا بهذا الكلين تمام؟ لعد راح نطي أساسيات وشغلات مهمة لازم نضبطوها وأسئلة مهمة وزارة هواية لازم نضبطها حتى نبدي المحاضرة الجاية ما المراجعة المركزة بمن بالثنائيات هاي راح أصير محاضرة وترانسسترات يعني الباقي شنو؟ محاضرة يلا شباب اسمعوني أول شغلة أول طبعاً الأفصل سابع ثامن تاسع عاشر هذن شوي ميلاً للكيمية واضح؟ يعني هواي عندنا سؤاله يarkan الكيمية المهم أول شغلة أول شغلة أخذتوها بالكيمية الذرة الذرة هي عبارة عن مائات وأليكترونات والأليكترونات hubverard الغلاف الخارج هذا الغلاف الأخير يسمونه غلاف التكافؤ شي يسموه؟ غلاف التكافؤ هذن بنات الشي يسموهن؟ يسموهن بنات التكافؤ أو شي يسموهن البنات التكافؤ التكافؤ زيان هنا نهاية هذا الولد من يكون قدام عين أبوه تكون طاقة واطئة ما يقدر يلعب بذياله زيان من يبتعد عن أبوه شصر الطاقة مالته عالية يقدر يلعب بذياله إذن الكترونات التكافؤ ذات طاقة عالية بسبب ضعف ارتباطها بالنواة إن هذا سالب وموجب قوة تجاذب عالية في ذلك طاقة واطئة ما يقدر يتحرك على راهته كل ما أبتعد عن النواة راح أتحرك براحتي إذن طاقة الشي تكون عالية إذن هنا نهاية ذات طاقة الشي تكون عالية ليش؟ بسبب ضعف ارتباطها بالنواة ذات طاقة عالية شلون؟ بسبب ضعف ارتباطها بالنواة هاي أولاً ثاني شغلة كل ما أبعث معوني هاي الكترونات البرع مثلاً إذا أريد ذرة خبطها ويذرة ثانية ش راح يصن راح تطي الكترون أو راح تاخذ الكترون يعني راح تشارك بالتفاعل الكيميائي تطي سواء أواصل التساهمية أواصل آيونية زين من تخبط الكترونات عفو ذرات الثنين راح يصر انتقالات بالالكترون زين من تنطي الكترون أو من تكتسب الكترون أمية تنطي من الغلاف الأول والثاني راح تقول الثاني إذن هنانا هاي الكترونات التكافؤ شبيهة؟ تشارك بالتفاعلات الكيميائية شارك بيش بالتفاعلات الكيميائية هذنين الكترونات التكافؤ شبيهة؟ تشارك بالتفاعلات الكيميائية بعد شنو؟ تحدد الخواص الألكترونية للمادة راح تقولي استاذ مفتهمتها تعالوا فهمكم يعني تحدد المادة هل هي من أشباه الموصلات أو من الموصلات أو من العوازل عوازل لو أشباه الموصلات لو الموصلات زياد راح راح يسألني يعني هاي تحدد هاي الألكترونات هي اللي يتحدد إذا كان عندها الألكترون واحد أو اثنين أو ثلاثة هاي معناها موصلات إذا أربعة أشباه موصلات إذا خمسة ستة سبعة وياي لولا يعني واحد اثنين تفقدهن فصير موصل أشباه موصلات أربعة لا هي اللي تفقد ولا هي اللي تكتسب والعوازل أبد ما تفقد تمام بس تكتسب فهنانا شنو الموصلات يعني شنو موصلات راح تقول لي أستاذ يعني توصل عفية يعني توصل الكهرباء يعني شنو توصل الكهرباء يعني هي المواد التي تسمح بمرور التيار الألكتروني هي المواد هي المواد التي تسمح بمرور التيار الألكتروني هي المواد التي تسمح بمرور التيار الألكتروني هي المواد التي تسمح بمرور التيار مواد تسمح بمرور كهرباء هي من اسمها موصل يعني توصل يعني مر الكهرباء بيها إذن هي المواد التي تسمح بمرور التيار الإلكتروني زيان ليش؟ لأن غلافها الخارجي غلاف التكافؤ يحتوي على إلكترون واحد حر الحركة شبيه هذا الإلكترون؟ يشارك بعملية التوصيل الكهرباء يلا يلا شباب هي المواد التي تسمح بمرور التيار الإلكتروني لأن غلافها الخارجي غلاف التكافؤ يحتوي على إلكترون واحد طبعا عادي اثنين عادي ثلاثة بس أكفأ شي الواحد زيان لأن غلافها التكافؤ غلاف الخارجي يحتوي على إلكترون واحد حر الحركة مشارك بعملية التوصيل الكهرباء هذا منهم الموصلات أشباه الموصلات زيان هاي شسمها؟ أشباه الموصلات يعني تشبه الموصلات الموصلات شبيهة حرة الحركة هاي هم حرة بس أقل حرية إذن هنا نشرح نقول نقول هي المواد التي تتحرك فيها الألكترونات بحرية أقل من الموصلات هينان هيش بقى الموصلات؟ إذن تتحرك بحرية أقل من مين من الموصلات؟ العوازل من اسمها عوازل؟ هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار هي أسمح حوازل؟ هي المواد عليكم يلا هي شنو؟ أريد أسمح هي المواد التي عفية لا تسمح بمرور التيار الألكتروني هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الألكتروني بسبب قوة ارتباطها بالنواد لأن هاي النواد ما تضطيهن إذن ما رح يمرن إذن ما رح تسمح بمرور التيار الألكتروني بعدنا ما نخلص التعارف تبهوا يمي هس عرفتم شنو تحدد الخواص الألكترونية؟ يعني تحدد الألكترونات إذا كانت حرة أو أقل حرية أو مقيدة يعني رح تحدد هل هي من الموصلات أو العوازل أو شبال الموصلات زين طبعا كل مادة إلها كل مادة إلها مقاومتها النوعية و مقاومتها شنو النوعية و مقاومتها النوعية شنو المقاومة النوعية؟ المقاومة النوعية هنا نحفظه إياي عشرة أس خمسة عشرة أس ثمانية أم في متر يلا عشرة أس خمسة عشرة أس ثمانية أم في متر يلا عشرة أس خمسة عشرة أس ثمانية أم في متر العفو هنا أنا مضاعفها عشرة أس عشرة عشرة أس ستعش مضاعفها هنا أنا نفسه هنا أنا مضاعفها يلا هذا التيار دي يمر لو ما دي يمر رح تقول لي دي يمر يعني أكو شي منعه؟ رح تقول لي لا يعني المقاومة شبهها مالته ما جاي تقاوم التيار يعني المقاومة ضعيفة فلذلك إشارتها سالبة بينما هنانا هاي منافقة مرة تقاوم ومرة ما تقاوم يعني مرة سالبة ومرة موجبة بينما هاي العوازل أبد ما تخلي التيار يمر يعني تقاومة يعني مقاومة عالية من 10 و 19 إلى 10 و 16 زي اللي عود ليش متر لينانا ريدا قيس النوعية خاف ما أجي بلي 90 متر أجي بمتر واحد ألمو دعرف المقاومة النوعية مالته أعرف النوعية ماتة زينة لو لا فأقوم لمتر واحد زين إحنا هسه عرفنا أكو أغلفة رئيسية وأكو أيضا شنو أغلفة ثانوية أكو أيضا شنو أغلفة شنو ثانوية الأغلفة الثانوية هاي هي الأغلفة الثانوية اللي تعرفوها بالكيمياء التناسقية ما أخذيها الفصل الخامس الي هي S B D F S B S B S B S B S D B S D F S هدني هاي الأغلفة الثانوية زين بما أنه احنا شغلنا بهذا الفصل اسمي الإلكترونيات بس بياه حالة الصليبة إلكترونيات الحالة الصليبة يعني رح نشتغل على هذني البوردات وهذني الصليبة حالة الصليبة وياي يعني رح نشتغل على مواد الصليبة زيلا هي الموادة الصلبة ليه? صار الصلبة. لين ذراتها من داخلية. لذلك صارت صلبة. ذراتها ش تكون من داخلية. فلذلك صارت شنو صلبة. فهاي منيه شباب? هيا المواد الصلبة. هيا المواد شنو? الصلبة. المواد الصلبة متداخلة تكون متداخلة أغلفتها الثانوية أغلفتها الثانوية متداخلة مع الظرات المتجاورة أغلفتها الثانوية شو تكون؟ متداخلة مع الظرات المتجاورة لذلك باعوا العلماء أرادوا يدرسوها فما يقدروا يدرسوها لأن هذا المستوي ما يعرفون مال من. مال هاي الظرة مال غير الظرة ما يعرفون. هذا المستوي مال هاي الظرة ما يعرفون لأنهم الداخلة ما تعرفوا هاي مال من هاي مال من. ويا لولا. لذلك يسووا لذلك راح يقسموها تقسم الى حزم طاقة. راح يقسموها المن الى حزم طاقة. زي. راح يقسمها المن الى حزم طاقة. رح يقسموها المن إلى حزم طاقة يعني شنو قسموها إلى حزم طاقة يعني هاي الذرة مستوى مالتها أو الأغلف الثانوي مالتها رح يقسموها إلى حزمتين الحزمة القريبة من النواة سموها حزمة التكافؤ يعني قريبة على غلاف التكافؤ واللي بعيدة اللي راح توصل كهرباء سموها حزمة التوصيل نخلي نجيبهم هنا ونأخذهم بالتفصيل شكام حزمة حزمتين حزمة حزمة هاي جوة حزمة التكافؤ وهاي اللي هاي بها الكترونات وهاي حزمة منو التوصيل رح تقولي استاذو هالل بنص شنو هاي ثغرة الطاقة المحظورة ثغرة الطاقة المحظورة ثغرة شنو التاقة المحظورة شنو ثغرة الطاقة المحظورة اسمعوني شنو ثغرة الطاقة المحظورة ثغرة الطاقة المحظورة اللي هي حفرة مع طاقة هس رح نيجح عليها ونفهمكم عليها خلينا نعرف حزمة التوصيل وحزمة التكافي هي الحزمة هي الحزمة التي تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها يلا هي الحزمة التي تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها يلا نفس الشي هي الحزمة هاي تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها وهاي تحتوي بس سؤال يا هللي طاقتها واطئة يا هللي طاقتها عالية راح تقول استاذ اللي قريبة على أبوها طاقتها واطئة واللي بعيدة طاقتها عالية ها إذن هاي التكافؤ ذات طاقة واطئة وهاي التوصيل ذات طاقة عالية هاي هناني حرة الحركة الإلكتروناتها الأولاء إيه الإلكتروناتها تسميها الإلكترونات التوصيل حرة الحركة لذلك تشارك بالتوصيل الكهربائي هاي الإلكترونات اللي هناني راح تكون حرة لذلك ايش راح يصير راح تشارك بالتوصيل الكهربائي بينما هنهانا الكتروناتها الكتروناتها شبيه ترتبط ارتباطا قويا بالنوات ترتبط شنو ارتباط كلش قوي بيمن بالنوات هاي بالنسبة من حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل يلا حزمة التوصيل هي الحزمة التي تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها وهما تحتوي بس هاي طاقتها عالية هاي طاقتها واضئة يا ايش هاي الكتروناتها حرة هاي الكتروناتها مقيدة زين ثغرة الطاقة شنو ثغرة الطاقة شغلها اذا صعد الالكترون تكفغت رجعه المكان تكفغت رجعه المكان ويصعد وتكفغ بهنو يصعد لا تخلي الالكترون يصعد لا تخلي الالكترون يصعد من يمه ولا تخلي الالكترون يقعد بيه اذا لا تحتوي على مستويات لا تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها ولا تسمح للألكترونات بأن تشغلها زين شنو يعني هناك تتقول تحتوي على مستويات طاقة تحتوي مسموح بها وهناك لا تحتوي شنو هو يعني مسموح بها ها يعني هناك هذا فيندق ما الألكترونات هناك الألكترونات قاعدة صح أكوشي وارها لا أكوشي طلحة برها لا أكوشي كافخة لا إذن تخلي الألكترونات تقعد هناك صح وهناك ها ما تخليهم يقعدون إذن هاي يسموها مسموح بها واللي ما تخلي الألكترونات يقعد يسموها غير مسموح بها يلا عرف ثغرة الطاقة يقول هي ثغرة التي تقع بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل وهي لا تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها ولا تسمح للألكترونات بأن تشغلها زيان ما هي مميزات ثغرة الطاقة المحظورة لا تحتوي على مستويات طاقة مسموح بها ولا تسمح للألكترونات بأن تشغلها شباب هدفنا بالفصل شنوه؟ هدفنا بالفصل شنوه؟ هذا الألكترون خليه يصعد منا الهنة هذا هدفنا هذا الألكترون خليه يصعد منا الهنة زين. يلا أصعد. قال والله أنا لو أقدر أصعد ما أجعليكم. صح الأولى. هذا الإلكترون ما يقدر يصعد واحده. ليه أشبه؟ كل ما يصعد هات كفها وتنزلي. مش راح نسوي. راح ناخذ الإلكترون. نروح ندخل لجيم. نطلع العضلات. بعدين نشربه تايقر. بعدين ندزه. راح يكسر الأواصر. راح يصر. يعني عنده طاقة كلش عالية. راح يكسر الأواصر مالته. ورح يصعد. يكتل هالذارات الطاقة ويصعد فوقها. ويصعد الحزمة التوصيل. إذا وصلنا حزمة التوصيل هو بعدين صار حر. يقدر يشارك بالتوصيل الكهربائي. زين. راح تقول لي استاذ زين. شلو نوع التايقر اللي راح نطيه هنا. ها. تايقر حراري. وياي. شلو نوع التايقر؟ تايقر حراري. يعني هنا نطيه طاقة حرارية. طاقة حرارية أو ضوئية. هاش بيهكم بنفسها هاي الكهربائية بنصلي الضوئة. نبعث هالكترونات. نفس الشي. زين. هس ش راح نسوي. راح ناخد ذولي. نروح ندرسهم هنا وحنا وحنا وحنا. يلا. باعوا. بس باعوا ساح تفتهمون. هاي حزمة التكافؤ. هاي التكافؤ. هاي التوصيل. هاي التكافؤ. وبعد. وهاي التوصيل وهاي الثغرة. الطاقة المحظورة. زين. هاي وين العوازل. شوفوا اشباه الموصلات. هاي حزمة التكافؤ. هاي من هي التكافؤ. وهاي التوصيل. وهاي ثغرة الطاقة المحظورة. زين. اهنا منه. الموصلات. هاي منه التكافؤ. وهاي منه التوصيل. اكيد افتهمتم. هاي عوازل فذلك الثغرة مالتها تكون واسعة. بينما هاي اشباه الموصلات بها ثغرة بفضيقة. بينما هاي الموصلات ماكو اصلا ثغرة. وياي ماكو اصلا ثغرة هناني. فلذلك هناني عدم اه لا تمتلك العوازل قبل التوصيل كهربائي. وذلك الثغرة الطاقة مالتها ش تكون كبيرة. فلا يستطيع الالكترون ان ينتقل من حزمة التكافؤ لحزمة التوصيل. لان هنا لو حتى تطيطي طاقة ما لا يقدر ينتقل. الثغرة شبيرة. باعوا. الثغرة هاي مقدارها لازم تحفظوها. خمسة اي في. اش قد؟ خمسة اي في. فاغرة الطاقة بالعوازل. اش قد قيمتها؟ خمسة اي في. زين. احنا احنا اعلى مستوى طاقة للالكترون صفر. لان احنا مستويات طاقة الالكترون كلها سالبة. اعلى شي بالالكترون. اعلى طاقة للالكترون طاقتها صفر. فهنانا ما راح يقدر. لو حتى تطيطي طاقة راح يصل صفر. فالصفر ما يقدر يتغلب عليها من على الخمسة الاي في. فما راح يقدر يصعد. يلا. هستهنانا. يقول لك قارن بين حزم الطاقة في العوازل. واشباه الموصلات والموصلات. يلا. يلا وياي. اش راح نقول لي. نقول لي. يابا ترى هنانا حزمة التكافؤ اش بيها؟ مملوئة بالالكترونات. حزمة التوصيل خالية من الالكترونات. وثغرة الطاقة واسعة نسبيا. زيان. هنانا. يلا وياي. التكافؤ مملوئة بالالكترونات. وبعد. والتوصيل خالية من الالكترونات. وثغرة الطاقة ضيقة نسبيا. هنانا متداخلات. يعني الالكترونات مالتها ش تكون؟ حرة الحركة. حرة الحركة. الالكترونات ش تكون؟ ها. اذا هنانا حزمتي التكافؤ والتوصيل. ش بيهم؟ متداخلة. لذلك الالكترونات حرة الحركة. اوكي. اكو ثغرة الطاقة؟ لا. تنعدم ثغرة الطاقة. تنعدم ثغرة شنو؟ الطاقة. ثالثا. تقل قابلية التوصيل الكهربائي. قابلية التوصيل. تقل قابلية التوصيل بارتفاع درجة الحرارة. بسبب زيادة المقاومة. اي زيادة المعدل. المعدل الزمني للطاقة الاهتزازية للذرات. هذا الحاجة اللي داعتي كلها عليها من داعتياني على المواصلات. بالمواصلات سيد حيدر شونك؟ كل بالمواصلات اتقل قابلية التوصيل. اتقل قابلية التوصيل بارتفاع درجة الحرارة. بسبب زيادة المقاومة. اي زيادة المعدل الزمني للطاقة الاهتزازية للذرات. يعني شلون مفتهمني؟ بعض. احنا ساحبين خمسة امبير من ابو المولدين. بالشتة انشغل عليه ثلاجة ومجمدة وشوية صوبة على شموه على غلوبات. يعني خير من الله. بالصيف انشغل المبرد تطفى رأسن. ليش؟ المحلل السياسي الاب اش راح يقول؟ رأسن راح يقولك شنو؟ لان حارة الدنيا. حاجة علمي هذه. تقل قابلية التوصيل بارتفاع شنو؟ درجة الحرارة. راح تقل قابلية التوصيل كل ما ارتفعت شنوه؟ درجة الحرارة. يعني باوع. ام عدها طفل. ام عدها طفل. شلون راح تربي هذا ابن هي؟ راح تربيه احسن تربية. لان هي عدها طفل فطاقتها كلها راح راح تذبه. ذبب هذا الطفل. وياه الو لا. بينما اذا صار عدها طفلين راح تتوزع طاقتها على اثنين. لا. لا يعني مثلا باوع. هي كانت هذا طاقتها كلها وانا طاقتها. الطفل واحد. زين. هس طاقتها راح تتوزع علينا. قلاس ما المي بدل ما يشربه واحد يشربوه اثنين. واضح؟ فلذلك هنا راح تتوزع طاقتها على اثنين. الواير ما لابو السحب. ما لابو المولدين. نفس هاي الام. بالشتة عدها طفل واحد. منو؟ الكهرباء. فكل هم هذا الواير يوصل هذا الكهرباء بأعلى شيء. بينما بالصيف يصر عدها شنو؟ طفلين. هماتي لازم شي يسوي. لازم يقاوم الحرارة ولازم يوصل الكهرباء. فراح تتوزع طاقة الواير لازم يقاوم الحرارة لان على المود ما يموع. المود يعني لازم تقاوم على مود يعني متروح متموع. واضح؟ هسه شلون عندك مثلا جدر حاطه على النار. يغلي. جام يغلي. اشتراح يصر بالمي؟ راح يقوم يصعد وينزل يصعد وينزل يصعد وينزل المي. هاي الحركة مالته. ليش هاي الحركة مالته؟ على مود يقاوم الحرارة لان المي ما يريد يتبخر. المادة طبيعتها تحب تبقى على شكلها اللي الله خلقه بيها. ما يحب المي يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. واضح؟ فلذلك هنانا ش راح يصر؟ راح تزداد المقاومة مع المادة. يعني شنو تزداد المقاومة؟ تزداد الطاقة الاحتزازية. صيف دنيا حارة تموز ثنتين الظهر اطلع بالسطح. وانت حافي. ش راح يصر؟ راح تنشور رجلك راح تقوم ترفع رجل وتنزل رجل. ترفع رجل وتنزل رجل. هاي شي سموها طاقة الاحتزازية المن للذرات. واضح؟ زين. فهنانا شنو؟ اذا انت قل قابلية التوصيل بارتفاع. علل. علل. ليش تقل قابلية التوصيل بارتفاع درجة الحرارة؟. وذلك بسبب زيادة المقاومة. اي زيادة المعدل الزمني للطاقة الاحتزازية للذرات. زين. باعوا شباب. خلي اسألكم السؤال على مدى نودع العوازل. من الفصل الاول. سؤال من الفصل الاول. هاي العوازل. ثغرة الطاقة تكون كبيرة. هاي العوازل. يحدد اقصى مقدار فرق جهد تعمل عنده المتسعة. لماذا؟. وذلك اللي انه عنده زيادة فرق الجهد سوف يزداد المجال الكهربائي. واذا ازداد المجال الكهربائي. اما يؤدي الى عبور شرارة كهربائية خلال العازل في انهار العازل في تتلف المتسعة. صح لولا؟. هذا وين بالمتسعة؟. لانا نفسي شيء. ازداد العدي شون اميزي بين العوازل الى هنا والعوازل؟. هذا اذا اقل لك عرف بس العوازل. هاي. اذا اقل لك عرف العازل الكهربائي. هاي ما المتسعة. ويا الولا. ولا هنا ثنياتهم ترى وجهين العملة واحدة. ثنياتهم عوازل. باوع. فهنانا ش راح يسوي؟. راح أسلط مجال كهربائي كبير. هذا المجال الكهربائي ما راح تحمل العازل. فرح شي صار؟. راح ينهار العازل. ينهار منه العازل. ويؤدي الى عبور شرارة كهربائية. احنا بالفصل الاول ش نسميها شرارة كهربائية. انا راح نسميها تيار. يقول له ويمر تيار صغير خلال العازل. زيان. هسه يجينا ده ريد نعرف شنو هدفنا. احنا عدنا موصلات واشباه موصلات وعوازل. نريد نعرف عليه مر اح ندرس. احنا ش راح ندرس. اه زيان باعو عز تفهولي. اذا رحنا عالموصلات. يا باب الله يساعد لحشي اياها. قال لحد يحشي اياها رجائن. انا اوصل. ما عدي. يعني ما عدي وجيين. انا اوصل. رحنا عالعوازل. قال شنو؟ قال لاني لك حد ليحشي اياها. انا ما اوصل. انا عازل. منو المنافقة اللي بيهم؟ اشباه الموصلات. هاي المنافقة مره صير عوازل. ومره صير موصلات. شنو هدفنا بالفصل؟ هدفنا نطي طاقة للالكترون حتى يصعد من حزمة التكافو الى حزمة التوصيل. نطي شنو طاقة؟ زيان شنو طاقة حرارية او ضوئية؟ زيان واذا او ما نطأته؟ رح تقول لي ما راح يصعد. ها. اذا ما نطأت طاقة ما راح يصعد. صح؟ رح تقول لي ايه ما راح يصعد. زيان. اذا يعني لا تطي حرارة ولا تنطيض هو. ما راح يصعد. اذا ما راح يصعد. راح يشتغل شغل العوازل. اذا يعمل عمل العوازل. متى تسلك اشباه الموصلات؟ سلوك العوازل. عند انعدام الضوء ودرجة الحرارة صفر. لا اكو حرارة. لا اكو ضوة. يعني ما اكو طاقة. يعني ما راح يصعد الالكترون من حزمة التكافو الى حزمة التوصيل. لذلك راح يصير عوازل. وما هي خصائص حزم الطاقة فيها. هذه الظروف. هاي حزم هاي. مملوءة بالالكترونات. خالية من الالكترونات ضيقة. احد قال لي استاذ مش لون. اشباه الموصلات صارت عوازل. غير نقول له ثغرة الطاقة واسعة. لا بابا. اشباه الموصلات سلوك سلوك عوازل او سلوك موصلات هي نفس الصفات تبقى. انت اللي جايز سوي ما جاي تكبر ثغرة الطاقة. ها? انت ما جاي تطلي الالكترون طاقة حتى يصعد. الثغرة تبقى ضيقة. انت تتحكم بالطاقة اللي جاي تطيها المن للالكترون. اذا جاي تنطي طاقة راح يصعد. راح يصير موصل. اذا ما تنطي طاقة راح يبقى. راح يصير عازل. واضح؟ فلذلك اهنانة. اهنانة متى تسلك اشباه الموصلات سلوك الموصلات. اذا تطي طاقة. اذا تطي تأثير حراري او ضوئي. تأثير شنو؟ حراري او ضوئي. او التشويب. ويسا راح ناخذ التأثير الحراري وناخذ التشويب بالتفصيل. بعض. راح ش تقولولي. هتقول استاذ اوقف قبل ما تتحشى اي شي. احنا نعرف الموصلات مثل المعادن. زين. والعوازل مثل اللي خشب بلاستيك لدان ورق مشمع ما ينقي بوليثيلين. اه نعرف العوازل. زين. اشباه الموصلات مثل يش. ها. هوا يهم اكو اشباه الموصلات. بس الاكثر شيوعا والاكثر استخداما هم اثنين. سيليكون وجرمانيوم. وجرمانيوم. فلذلك احنا راح نشتغل على السيليكون وعليمن على الجرمانيوم. راح تقولي استاذ زين. احنا شلون نعرف هاي اشباه الموصلات. ذي ايش السحة تشيتها. قلت لكم اذا بيها اربع على الكترونات. هاي من اشباه الموصلات. يعني رباع التكافؤ. زين. رباعي لا بيفقد ولا بيكتسب. لعد راح يساهم. يعني راح يكون اواصر تساهمية. زين. هسا عرفنا. احنا جبناها بالسرة. كل هاي حجيناها. وصلنا. هسا موضوعنا الجاي منوه. تأثير الحراري. والموضوع الورا منوه. التشويب. لازم نفتهم التأثير الحراري. لازم نفتهم التشويب. حتى نقدر نفتهم الثنايات. لازم نفتهم الثنايات. حتى نقدر نفتهم الثنايات. حتى نقدر نفتهم الثنايات. حتى نقدر نفتهم الثنايات. واضح؟ هاي الشغلات يعني تسلسلة بالسرة جاي. فالليذلك هناني. هذا الدهيجة الحرارة أو الضو veulent تشويب الأشياء من السلازهم يثهم هذا الحش الذي ده أحكي كل أنا على الذرة أنا ده أحكي على ذرة الهيدروجين زين العودًا ليش الهيدروجين؟ لأنه أبسط نظام ذري كل العلماء استغلت على الهيدروجين ليش؟ لأنه هو أبسط نظام ذري زين، هي ذرة الهيدروجين بها مستويات طاقة مستويات طاقة الهيدروجين كلها سالبة كلها شه تكون؟ سالبة أعلى مستوى طاقة بالهيدروجين صفر أعلى شي أعلى شي الألكترون أعلى طاقة بي صفر ليش؟ لأن المستويات الطاقة ما للألكترونات كلها سالبة فلذلك أعلى مستوى هو صفر هذا شي يسموه مستوى الطاقة الصفري شي يسموه مستوى الطاقة الصفري أو يسموه أو خلي نعرف مستوى الطاقة الصفري هو أعلى مستوى طاقة في ذرة الهايدروجين أحد يقول الأستاذ أوقف إذا أعلى شي صفر لعد أقل شي جد سالب 13.6 EV أقل شي هذا النرى أرقام حفظ صار عندك هذا حفظ هذا حفظ يقول لك ما هو أعلى مستوى طاقة تقول لها مستوى الطاقة الصفري هو أعلى مستوى طاقة في ذرة الهايدروجين أحد يقول لك ما هو أقل مستوى طاقة تقول لها سالب 13.6 زين سؤال إذا أريد هذا أصعد الهنان لازم يشقد أن تطيع طاقة لازم يشقد أن يسوي صفر زين هذا شنون يسوي صفر عافية لازم أضيف لموجة 13.6 بعد مدرس الهضيات زين فهنان شنو سالب 13.6 أضيف لها شنو موجة 13.6 حتى شقد يصير حتى يقدر يصعد المستويات العليا يعني مثلا لو كان هنا سالب 10 شضيف لي موجة 10 على مود يصعد لو كان سالب 5 شضيف لي موجة 5 حتى يصعد واضح؟ فهنان هذا أعلى مستوى طاقة وهذا أقل مستوى طاقة هسا خليكم وياي على مود نروح ناخذ منه التأثير الحراري يلا يعني شباب راح نبدأ بالتأثير الحراري شنو التأثير الحراري؟ راح أجيب سيليكون أو جرمانيوم أشباه موصلات لأن احنا شغلنا كله بعد على أشباه الموصلات هاي حزمة التكافؤ وهاي حزمة التوصيل زين شرح يسوي راح أطيها تأثير حراري راح أطي هنا شنو تأثير حراري أو ضوئي فراح هذا الإلكترون شرح يسوي راح يكسر الأواصر مالته ويصعد من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل زين الإلكترون طبعا هذن الإلكترونات مالتنا واحد من عندهم اكتسب طاقة كسر الأواصر صعد من حزمة التكافؤ لحزمة التوصيل هذا الإلكترون هذا الإلكترون من صعد ترك خلفه فجوة موجبة اشترك خلفه فجوة موجبة هاي العملية يسموها زوج إلكترون فجوة شي سموها زوج إلكترون فجوة كل الشهلة بعض مو هذا إكتسب طاقة إيه يكسر الأواصر إيه يصعد يترك فجوة هذا أي الإلكترون بالتأثير الحراري يصعد يترك فجوة زين هاي عملية سموها عملية توليد زوج الإلكترون فجوة يعني مثلا لو هذا هم إكتسب طاقة هم راح يكسر الأواصر هم يصعد ومن يصعد الشي يترك فجوة هذا طبعا مهنان عدد الإلكترونات لازم يساوي عدد الفجوات أكيد لأن إذا صعد إثنين ترك الفجوات إثنين إذا صعد مليون يترك فجوة وياي لولا زين زين شنو هاي الفجوة هو شنو الفجوة هو مكان فارغ حيز من الفراغ أو مكان خالي من الإلكترون يعني مكان عافل الإلكترون خلنا عرف الفجوة الفجوة شنو تعريفك هو حيز من الفراغ هو حيز من الفراغ أو مكان خالي من الإلكترون مكان خالي من الإلكترون زين هو حيز من الفراغ أو مكان عافل الإلكترون زين وين موجود في حزمة التكافؤ التكافؤ وين موجود؟ بحزمة التكافؤ اوكي زين شنو شحنته؟ موجبة يسلك سلوك الشحنة الموجبة كمام؟ اذن هو شنوه؟ هو حيز من الفراغ هو فتشي فارغ هو فت مكان فارغ او مكان عافل الالكترون موجود وين؟ بحزمة التكافؤ حزمة التكافؤ يسلك سلوك شنو الشحنة الموجبة ويتولد ويتولد شلون يتولد؟ من انتزاع الالكترون من السيليكون او الجرمانيوم بواسطة التأثير الحراري من انتزاع الالكترون من السيليكون او الجرمانيوم بواسطة التأثير الحراري او التشويب تشويب فارغ شوية تفتهمون؟ يتولد من انتزاع الالكترون من السيليكون او الجرمانيوم بواسطة التأثير الحراري أو التشويب بالذرات قابلة هذا من هو؟ هذا الفجوة هو حيز من الفراغ أو مكان خالم للإلكترون والموجود في حزمة التكافؤ شون شو أنت موجبة؟ شون يتولد من انتزاع الإلكترون من السليكون أو الجرماليون بالتأثير الحراري افتهم للتأثير الحراري أو التشويب بذرات قابلة زين إذا قلت لكم عرفوا زوج إلكترون فجوة يعني نعرفوا الإلكترون بعدين نعرفوا الفجوة زين عرفوا زوج إلكترون فجوة الإلكترون شنو تعريفة؟ ما لا تعريف هو إلكترون هو إلكترون المعرف لا يعرف صح؟ الإلكترون عرفوا هو إلكترون بعد ويا تعريف الفجوة هو الفجوة وحيز من الفراغ أو مكان خالي من الألكترون في حزمة إلى آخر هي تكملة تعريف الفجوة متكتبها يشيب الوزاري يشيب تكملة ترى يجيكم الصفر امرتب يجيكم حتى لا بسقاط باوع فهنا هنا هو شنو هو ألكترون وحيز عرف الألكترون فجوة الألكترون هو ألكترون زي نقول الفجوة حيز من الفراغ أو مكان خالي من الألك يعني هذا نجيبه ويالل تمام زيان زوج ألكترون فجوة علامة يعتمد علامة يعتمد زوج ألكترون فجوة يعتمد على شغلتين أول شغلة يعتمد على درجة الحرارة كل ما نرفع درجة الحرارة كل ما رح تتكسر أواصره كل ما رح يصعده يعني هنا نترى قابلية التوصيل في زداد كل ما زادت درجة الحرارة يعني عكس الموصلات أشباه الموصلات عكس الموصلات الواير 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 موصل إذا يحمي يقل قابلية التوصيل ليش لموصلات أشباه الموصلات فكرتها شنو لا هي تحتاج حرارة حتى تصير موصلات يعني هي تحتاج قدمة الطيع حرارة أعلى كل ما أحسن تكون أفضل حتى تسعد شنو تسعد الألكترونات من حزمة التكافر وحزمة التوصيل إذن ترى الملاحبة أشباه الموصلات عكس الموصلات درجة الحرارة وبعد ونوع المادة أو نوع شبه الموصل نفس الشي لأن كل مادة لها ثغرة الطاقة تختلف عن المادة الثانية المهم زيلا هسن صار عدي شنو شبه الموصل هذا أشباه الموصلات هذا شبه الموصل بسيليكون عفوا من السيليكون أو الجرمانيوم بألكترونات وبي فجوات بألكترونات وبي شنو فجوات رح شا سوي أتحارش بهذا شبه الموصل شلون أتحارش به نربط علي بطارية خلي علفة مجال كهربائي فرق جهد معين موجب وسالب زيلا موجب وشنو وسالب شرا حيصير شرا حيصير شرا حيصير تقولولي شرا حيصير هاي الألكترونات منه راح يجذبها القطب الموجب والفجوات منه راح يجذبها القطب السالب زيلا احنا نعرف اي شحنة تتحرك اي شحنة تتحرك يصير تيار صح اي شحنة تتحرك شو يصير تيار فلذلك هناني هاي الألكترونات من راح تتحرك راح تولي التيار يسموه تيار الألكترونات أوكي وهاي الفجوات من راح تتحرك راح تولي التيار يسموه تيار الفجوات أوكي حاصل جمع التيارين راح يسموه التيار الكلي عرفوا التيار الكلي هو حاصل جمع تيار الألكترونات وتيار الفجوات هو حاصل جمع تيار الألكترونات وتيار الفجوات يلا هس هذا التيار في شبه الموصل شو راح أسأل راح أقول لك ماذا يسمى التيار في شبه الموصل راح يسمي التيار في شبه الموصل يسمى تيار الألكترونات وتيار الفجوات سؤال كيف يتولد التيار في شبه الموصل قل له بعدما نسلط فرق جهد كهربائي سوف تتحرك الشحنات باتجاه القطب الموجب فيتولد تيار الألكترونات باتجاه القطب الموجب سوف يتولد تيار الألكترونات وتتحرك الفجوات باتجاه القطب السالب راح يتولد تيار الفجوات لأن احنا نعرف اي شحنة تتحرك يتولد تيار اي شحنة تتحرك شتتولد تيار بعد سؤال لماذا يكون حركة الالكترونات عكس حركة الفجوات وليش الالكترونات عكس الفجوات راح شا تقول لي غيرها هاي تروح للموجب وهاي تروح للسالب ايه بس يريدها بشي نموذجي شين جاوبة باعا المجال الكهرباء من ينتقل من الموجب للسالب صح صح زياد الفجوات هم من جا تنتقل من الموجب للسالب صح صح والالكترونات من السالب لا حتروح للموجب ها نقول له وذلك لأن الفجوات تتحرك باتجاه المجال الخارجي والالكترونات تتحرك عكس المجال الخارجي لذلك متعاكسات لأن واحد باتجاه المجال وواحد عكس المجال عرف التيار الكل هو حاصل جمع التيارين التيار الفجوات وتيار الالكترونات زياد حسا راح نروح على شيء اسمه مستوى فيرمي منو مستوى فيرمي مستوى فيرمي هو اعلى مستوى طاقة يمكن ان تشغله الالكترونات شوكيت بالصفر قل فين بالصفر جابوه بالصفر سليزي بالصفر قل فين اختيارات بالصفر قل فين احنا بالفيزياء كلنا نتعامل بالقل فين هو اعلى مستوى طاقة يمكن ان تشغله الالكترونات هو اعلى مستوى طاقة يمكن ان تشغله الالكترونات عند الصفر قل فين هو اعلى مستوى طاقة يمكن ان تشغله الالكترونات عند الصفر قل فين هو اعلى مستوى طاقة هو اعلى الشيء هو الامر هو الناهي هو اللي يخلي الالكترون يقول له بابا تقعد هنا وشون الاب أعلى مستوى أو أعلى سلطة بالبيئة هو الاب هنا أنا أعلى سلطة بالمستويات هو مستوى فيرمي تمام اسمعوني من اللي يحدد إشغال الالكترونات هذا جسوال وزاري من الذي يحدد إشغال الالكترونات في مستوى طاقة من اللي يؤمر الالكترونات يقعداً بمستوى طاقة من مستويات الطاقة المسموح بها من اللي يؤمر منه اللي يحدد منه اللي ينهي من هو الأب الروحي ما للمستويات اللي هو مستو فيرمي هو أعلى مستوى طاقة يمكن أن تزغله الألكترونات عنده صفر جلفي زيان مستو فيرمي وين موجود بالموصلات وين موجود بالعوازل وين موجود بأشباه الموصلات أشباه الموصلات أولا مستو فيرمي بالعوازل ما موجود خاف يسير لك العوازل وين موجود قل لها مستو فيرمي بالعوازل ماكو زيان بعد جل بالموصلات وأشباه الموصلات بالموصلات هاي الموصلات وهاي أشباه الموصلات هاي أشباه الموصلات زيان بالموصلات وين موجود احنا نعرف بالموصلات الالكترونات حرة الحركة صح مرة هنا نلقاها مرة هنا نلقاها ما نعرف حرة الحركة زين احنا شو نقول له نقول له والله مرة مستوى فرمي موجود باعوا مستوى فرمي وين اكو منطقة مملوئة بالالكترونات تلقى مستوى فرمي فوقها ما يقبل واحد اعلى من عدة اي منطقة مملوئة بالالكترونات مستوى فرمي فوقها زين مستوى فرمي موجود وين بالعوازن لين هنا إذن، إيش دا نقول؟ هي أعلى مستوى يمكن أن تشغله، يعني الإلكترونات تتحرك، زينا العوازل للإلكترونات متتحرك، لا تسمح بمرور الإلكترونات، فلذلك مستوفر موجود بالعوازل زينا بالموصلات وين موجود؟ زينا نحن نسلج قلنا وين أكو الإلكترونات مستوفر مفوقها، زينا نحن الإلكترونات احتمال موجودة بالتكافؤ احتمال بالتوصل لأنها حرة الحركة بالموصلات ها فهنا شو راح نقول راح نقول راح نختصر الشغلة راح نقول يا بي عند المنطقة المملوئة بالإلكترونات أو فوق المنطقة المملوئة بالإلكترونات ومستويات الطاقة كلها تكون تحت مستوى فيرم ما نعرف اختصرناها للسالف احتمال بالتكافو احتمال بالتوصيل حسب الإلكترونات والموجودة فاختصرناها قلنا ليا بترا هو فوق المنطقة المملوئة بالإلكترونات هو على مستوى طاقة زين واشبه الموصلات في منتصف ثغرة الطاقة وين هذا في منتصف ثغرة الطاقة ثغرة شنو الطاقة في منتصف ثغرة الطاقة مستوى فيرمي وين موجود في منتصف ها بس يا اشباه الموصلات النقية يعني شنو النقية يعني ما بيها شوائب باشباه الموصلات النقية مستوى فيرمي يكون في منتصف ثغرة الطاقة بينه الصاير وين هذا الحشي باشباه الموصلات النقية وين يكون مستوى فيرمي في منتصف ثغرة الطاقة يا هي النقية راح تقول استاذ وذا كان منقي ها يعني إذا كان بشوائب قصدكم إيه إذا درنا لشوائب ومستوفر ملو رح يصعد للأعلى لو رح ينزل للأسفل حسب شنو حسب حسب نوع الشائبة المضافة حسب شنو نوع الشائبة المضافة ماذا يحصل لمستها فمن أسلك على أشباه الموصلات أقول لك أين يقع تقول لي أوقف أشباه موصلة نقية لو مشوبة أقول لك نقية تقول لي بالنص منتصف ثغرة الطاقة زين ذا قلت لك ماذا يحصل لمستوى فيرمي عندي أضافة شوائب تقول لي لو رح يصعد لو رح ينزل هس رح نشوفه اش لو رح يصعد واش رح ينزل بالتشويب زين حسب نوع شائبة المضافة أما شوائب خماسية التكافؤ أما ثلاثية التكافؤ هس رح نأخذه إحنا مؤخدنا التأثير الحراري رح تقول لي إيه خذنا تأثير حراري هس شراح نأخذ تشويب صح شراح نأخذ التشويب زين شنو إحنا مثلا بطرانين واذا نأخذ التشويب زين تأثير حراري مو موجود وخير من الله وجا تصعد أليكترونات والأمور طيبة رح تقول لي إيه لعد ليش دا نروح على التشويب ها باع ليش دا نروح على التشويب باع اسماعوني لأن التأثير الحراري ما أعرفش كم ألكترون راح يصعد بالتأثير الحراري ما أعرفش كم ألكترون راح يصعد فلذلك يعني ما أسيطر على قابلية التوصيل الكهرباء لعدم السيطرة على قابلية التوصيل الكهرباء أنا خليت حرارة بس ما اعرف اش كم الالكترون راح يصعد مثلا خلي نقول كل الالكترون فولت مثلا انا خليت حرارة صعدا خمسة الالكترونات زينا انا الجهاز مالتي يشتغل عليه مثلا عشرة فولت ما راح يشتغل الجهاز او مثلا الجهاز يشتغل على اثنين فولت راح يحترق الجهاز فما راح اسيطر على اليمن على قابلية التوصيل الكهربائي بينما بالتشويب لامكانية السيطرة على يمن على قابلية التوصيل الكهربائي لامكانية اقدر اسيطر ليش للتشويب لان انا بيدي جاي اضيف الشوائب انا بيدي جاي اعرفش كم شائب اضيف تمام ولازم نضيف الشوائب ويتم اضافة الشوائب بدرجة حرارة الغرفة ضروري بعد وبتراكيز قليلة جدا تصل الى واحد لكل ميت مليون بعو احنا もعدنا باللورة مع السيليكون باللورة كان سيليكون باللورة supplement باللورة σيليكون هاي شائبة خماسية أنتيمون. إسا راح ناخذه. يعني نضيف واحد شائبة واحد شائبة لكل مئة مليون ذرة. سيليكون أو جرماليون. فلازم تكون درجة حرارة الغرفة وتراكز منخفضة. زيان إحنا إذا كل شائبة راح تطيني الكترون. زيان أنا درة خمس شوائب خمس الكترونات. يعني أنا راح أعرف كم الكترون راح تطين. يعني أنا راح أسيطر على قابلية التوصيل الكهربائي. راح أسيطر. إذن أيهما أفضل التشويب. لماذا؟ لإمكانية السيطرة على قابلية التوصيل الكهربائي. وذلك يتم إضافة الشوائب بدرجة حرارة الغرفة. وبتراكز منخفضة. زيان هو شلون راح نشاوب؟ ظلوا وياي على أبدو نعرف شون الشاوب. يلا أبطال وياي. شلون راح نشاوب؟ إحنا مرة راح نشاوب راح نضيف شوائب. لو راح نحصل على باللورة نوع أن؟ لو راح نحصل على باللورة نوع بي. لو نوع أن؟ لو بي. زيان. هسا حفظوا لي شغلتين. اسمعوني. من تسمعوني أن؟ أن أن تيمون. أن أن تيمون. أن أن تيمون. أن نغاتف. يعني الألكترونات هي المسيطرة. أن تيمون خماس التكافؤ. زيان. بي بي بورون. بي بورون. بورون ثلاث التكافؤ. بي بوزاتف. البوزاتف يعني الفجوات هي المسيطرة. الأن أن تيمون. أن نغاتف. البي بورون. البي بوزاتف. بس حفظوا لي ذن الشغلتين. باعوا. الأنتيمون. واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة أحرف. والبورون. واحد ثلاثة أربعة خمسة. اللي عدد أحرفه هواية. هو خماسي. واللي عدد أحرفه أقل هو ثلاثي. راح أجيب طاشت. ها بطاشت بي سيليكون. وبي جرمانيوم. سؤال. كيف نحصل على شبه موصل نوع N. أو بالنورة نوع N. وهنانا كيف نحصل على نوع B. يلا. راح أجيب طاشت بي سيليكون وجرمانيوم. راح أجيب دولك هاي الدولك بيها أنتيمون. شنو بيها أنتيمون. شوائب. شوائب خماسية التكافؤ. زيلا. إحنا مو نعرف السيليكون والجرمانيوم هو رباعي. اللي هو بيه أربعة الكترونات. واحد يقوله لإيد. زيلا إحنا شقد ضفنا خماسي. شقد ضفنا خماسي. الخماسي يعني شكم الكترون خمسة. زيلا أنا شقد محتاج بس أربعة. لعد الواحد واني يولي يترك حرا. واني يروح يشارك بعملية التوصيل الكهربائي. شو بيها هذا؟ يشارك هذا واحد ما نتقول. يشارك بيش؟ بالتوصيل الكهربائي. يلا كيف نحصل على شبه موصل نوع N. وذلك بإضافة شوائب خماسية التكافؤ. مثل الانتيمون. إلى أشباه الموصلات. مثل السيليكون والجرمانيوم. وذلك بإضافة شوائب خماسية التكافؤ. مثل الانتيمون. إلى أشباه الموصلات. مثل السيليكون أو الجرمانيوم. سوف يرتبط بأربع ألكترونات مجاورة. أما الألكترون الخامس يترك حرا. ليشارك بعملية التوصيل الكهربائي. وخلوا ببالكم شغلة. من الضيفون شوائب لازم تقولون بدرجة حرارة الغرفة. وبتراكيز قليلة جدا. زيلا. هذا بالنسبة علمي نوع N. ضفنا N تيمون حصلنا N. هسا راح أضيف بورون حصل B. يلا. أجيب نفس التشت بيه سيليكون وجرمانيوم. والدول كيه نفسه. بس هالمرة بيها بورون. اللي هو ثلاثي التكافؤ. راح أضيف شوائب ثلاثية التكافؤ. زيلا. نحن نعرف السيليكون والجرمانيوم رباعي. زيلا. وإحنش ضفنا ثلاثي. ثلاثي يعني شكم الكترون؟ الثلاثة. زيلا ناقصة واحد. ها. هذا بدال هذا الكترون. راح تتولد فجوة موجبة. سوف في أما بعض. أما الآصرة. اللي بقت الآصرة الرابعة. أما الآصرة الرابعة. سوف تبقى. تبقى شنو؟ مفتقرة إلى الكترون. تبقى مفتقرة المن؟ إلى الكترون. لذلك تتولد أو يتولد أو تتولد فجوة موجبة. ذلك راح تتولد فجوة موجبة. يلا. يلا شباب. يلا وياي. كيف نحصل على نوع بي؟ وذلك من أضافة شوائب. منه؟ ثلاثية التكافؤ مثل البورون. إلى أشباه الموصلات مثل السيليكون أو الجرمانيوم. سوف ترتبط بثلاث ذرات مجاورة. أما الآصرة الرابعة. فتبقى مفتقرة إلى الكترون. لذلك يتولد فجوة موجبة. خلاص. باوع. هاي الأنتيمون. باوع. هاي الأنتيمون. الأنتيمون. سوت نطة الكترون. يعني منحة الكترون. لذلك راح يسميها ذرة مانحة. وتكون أيون موجب. ليش أيون موجب؟ لأنه نطة الكترون. اللي يبعث. يعني فقدها تسالب. إذا فقدها تسالب. يعني راح يصير أيون موجب. يعني صار الموجب أكثر. هاي البورون. البورون ذرة شنو قابلة. ليش قابلة؟ لأن إذا أجاها أليكترون تقبلة لأن عندها نقص. لذلك سموها ذرة قابلة. فتكون أيون سالب. شو تكون أيون سالب. زيلا. الذرة المانحة والذرة القابلة. أولا لا تعد من حوامل الشحنة. لا تعد من حوامل الشحنة. راح تقولي أستاذ هم منو حوامل الشحنة. هذا الأليكترون حامل الشحنة. السالبة. والفجوة حاملة الشحنة الموجبة. الأليكترون من يتحرك يولي التيار الألكترونات. والفجوة من تتحرك تولي التيار الفجوات. إذا باوع. هاني دا. أنا مدى أحتشا على الأليكترون اللي ينطته. أنا دا أحتشا على الذرة نفسه. الذرة نفسه. الي همينية. الأنت يمون. هاي أليكترون؟ لا. هاي الفجوة؟ لا. هتي ذرة؟ إذن هذه لا تعدم الحوامل الشحنة هذنigger حوامل شنو؟ الشحنة وهي لا الكاترون ولا فجوة له الكاترون كان قيله اي حامل شوح니까 له فجوة كان قيله اي حامل شوحن ولها الكاترون ولا فجوة إذن لا تشارك بالتوصيل الكهربائي لأن بس حاملات الشحنة توصل الكهرباء الإلكترون من يتحرك؟ الإلكترون من يتحرك؟ راح يولي تيار الإلكترونات والفجوة من تتحرك راح تولي تيار الفجوات زين إذن ما دامه مو حامل الشحنة إذن ما يوصل الكعرباء وبعد وترتبط وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهيكل البلوري علل الذرة المانحة لا تعد من حامل الشحنة لماذا؟ وذلك لأنها لا تشارك بالتوصيل الكهربائي وترتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري اسمعوني هذا سيليكون هذا سيليكون هذا سيليكون هذا سيليكون زين جبنا بنصهم أنتيمون أنتيمون شنو؟ أنتيمون خماسي زين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا زايد ماكو آسرة ثلاثة بيه فالذلك هذا الزايد هذا الزايد راح تنطيه تروح يروح هذا يروح يشارك بالتوصيل الكهربائي بس هي كذرة شارك؟ لا لأن هي مو من حوامل الشحنة إذن سؤال علل الذرة المانحة لا تشارك بالتوصيل الكهربائي لأنها لا تعد من حوامل الشحنة وترتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري نفس الصفات للذرة القابلة نفسها نفسها لا تعد من حوامل الشحنة ولا تشارك بالتوصيل الكهربائي وترتبط وترتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري علل الذرة القابلة لا تعد من حوامل الشحنة لماذا؟ وذلك لأنها لا تشارك بالتوصيل الكهربائي وترتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري الذرة القابلة لا تشارك بالتوصيل الكهربائي لماذا؟ وذلك لأنها لا تعد من حوامل الشحنة وترتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري يعني أطيك وحدة تطيل الاثنين لبصافها السحنة خلصنا مش شغلتين مو قد شغله وحده إذا خلاصت منه خلاص التشويب ركزي مني فهنانه شنو؟ هاي شلون حصل عليه؟ وهاي الذرة المانحة؟ وهاي الذرة القابلة شنو صفاته؟ هسه ش راح أسوي؟ هسه راح أبدي بالتشويب الفعلي يعني شلون؟ بعض راح نجيب هنانه هاي شبه موصل؟ مثل السيليكون أو الجرمانيوم بيه حزمة تكافؤ بيه الكترونات وأكو بيه الفجوات هاي الفجوات ناتجة من انتقال الالكترونات هذا الحشي ما الالكترون فجوة هذا من الالكترون يصعد يترك فجوة هذا الحشي وان صاير بالتأثير الحراري وان صاير بالتأثير الحراري زين ركزي مني مستوى فيرمي طبعا نايم هنا أنا ما أخذ له غفوة نايم بالوسط هذا فيرمي نايم زين اسمعوني هذا مستوى فيرمي غافي هنا أنا بالوسط شتراح نسوي الس lamb مستوى فرح نضيف شوائب شوائبي شنو مانحة قلتم تعرفون المانحة بس اسمعوا في السيناريو енко قلت تعرفون المانحة تمنح الكترون أي عدها بنات زايدة thatsشمر بيهن حت Pis بناتها الشمرب بناتها من بناتها لإلكترونات بع MBA الشمر ببناتها المفروض من تشمر بناتها لإلكترونات، وين تصعد؟ بحزمة التوصيل قومويا حزمة التوصيل وطرديهم بره baix pry Cox قالت ليش طرت هنا بره؟ قالت انا ما استقبلكم. حزمة التوسيل قالت له انا ما استقبلكم. يبا ليش احنا الكترونات والتي tio? ام TA قال انا ما استقبلكم یبا بس ذاهمينزيين ليش بستأخبلييني قالت لي انتو بنات شوائب فأنا ما استقبل انا بس استقبل بنات الاصول. اللي هو ناتج من التأثير الحراري. هذαν. هذ ماذا؟ تمام؟ ها.. هاي.. هاي.. هاي بنات الأصول راح شنو؟ راح يصعدن بس بنات الشوائب طردتهم بره بالشارع باوعت الألكترونات عليها قلت إليها استحنا وين نروح نظل بالشارع؟ قالت لا روح نسير لأمكم رجعوا لأمهم يمّا هاي طردتني حزمة قالت شلونا طردتكم والله واسفين تعالوا ألا بني لكم فندق بصافايا بسيطة يلا تعالوا جهالي تعالوا عيني تعالوا جهالي تعالوا جهالي فقعدت جهالها وين؟ بهذا الفندق هذا الفندق سمتها على اسمها هي شو اسمها؟ ذرة مانحة إذن سمتها الفندق المانح يعني المستوى المانح إذن تضيف تضيف مستوى طاقة جديد يسمى بالمستوي المانح تشغله الكترونات الذرة المانحة راح أضيف شنو مستوى طاقة جديد سمته المستوى المانح على اسمها منو قاعد بهذا المستوي الكترونات الكترونات الذرة المانحة قعد من النوم منو فيرمي قال ها شناني يعني متلي ربع ساعة ألقي فندق فوقاي باني جديد شنو لوضع غراني على مستوى طاقة شنو بعخضورات هناني شون أكواحد يبني هنانا فندق ومعيجي زين لو قاعد اللي كان ما قبلت بس المهم قاعد لي فالتالي لانا شون يعني تبني فوقاي ديقوم يا مستوى فيرمي عما على كيفة لا أبت والله قوم يا مستوى فيرمي أصعد لي فوق اقترب من مين من حزمة التوصيل فوق رأس المستوى منو فوق رأس المستوى منو المانح إذن لذلك يرتفع أو ينزاح مستوى فيرمي لذلك ينزاح مستوى فيرمي ينزاح مستوى فيرمي نحو الأعلى نحو الأعلى مقترب من حزمة التوصيل وفوق المستوى المانح مستوى فيرمي لذلك رح يصعد فوق المستوى المانح زين سؤال هاي الألكترولات اللي صعدت هاي تركت فجوات لا ليش؟ لأن هي زايدات على أمهل ونطتهم وياهلو لا إذن هاي الألكترولات اللي رح تصعد الألكترولات ناتجة من الظرة المانحة لا تترك فجوات رح تقول استاذ إذا هاي الألكترولات ما تترك فجوات لعد هاي الفجوات من صار لهذا؟ لا بابا هاي ما التأثير حراري يعني دا حجة على التشويب التأثير حراري يترك فجوة بس التشويب ما يترك فجوة واضح الحاجة؟ زين بعد يهو الأكثر؟ صار يهو الأكثر الألكترونات رح تقول لأكيد الألكترونات الأكثر إذن الألكترونات هي حاملات الشحنة الرئيسية والأغلبية أو الرئيسية نفس الشي والفجوات حاملات الشحنة الأقلية أو الثانوية زين ها لذلك يسمو إين؟ لأن المختصر ما المين؟ ما النكاتيف؟ النكاتيف يعني شن البلورة؟ الساها لذلك تسمى بالبلورة السالبة لأن الألكترونات أكثر ولكن شحنتها متعادلة ها من أسئلك هو صح يسموه باعه هو يسموه أبو جاسم بس هو اسمه محمد صحول أبو جاسم تسمى بالبلورة السالبة ماذا تسمى البلورة؟ بس من أسئلك على شحنتها متعادلة سمعوني باعه هنا هي سموها البلورة السالبة اللي ينطت ألكترون سالب لذلك سموها بالبلورة السالبة بس باعه البلورة موقعت متعادلة واضح؟ البلورة متعادلة إذن ماذا تسبب؟ تسبب زيادة في تركيز الألكترونات وماذا تضيف؟ تضيف مستوى طاقة جديد يسمى بالمستوى المانح تشغله ألكترونات الذرة المانحة لذلك مستوى فيرمي ينزاح نحو الأعلى مقترب من حزمة التوصيل وفوق المستوى المانح يلا شباب نفس السيناريو راح نسوي ألم للذرة القابلة باعه هم نفس الشي راح نجيب شبه موصل هنانا مثل السليكون أو الجرمانيوم وهنانا عدنا الألكترونات وهاي فجوات وهاي الفجوات ناتجة من انتقال الألكترونات وهذا الألكترون فجوة يصير فقط بالتأثير الحراري أوكي وهذا مستوى فيرمي همات رجعنام أخذت لغفو بالنص هذا فيرمي زينا قمنا سوينا درنا فجوة قا عفو ذرة قابلة ايش درنا ذرة قابلة ذرة القابلة عدها جهال زايدين منو جهال هي الفجوات راح تقوم الشمر بجهال هي المفروض الفجوات يقعد انوين اهناني قوم يا حزمة التكافؤ وطلعيهم برا نفس السيناريو طلعيهم برا يابا احنا ليش طلعتين برا احنا على الله وعليات وجايين وقاعدين يميش واتمو ضيفيش عامر ليش اتي طلعتين برا قالت لا ابد انا ما استقبلكم يابا ليش ما تستقبلينا انتو بنات شوائب انا ما استقبل بس بنات الوصول يابا تعدلي بدلي وانو نروح روحوا سيلوا امكم والله رجعوا يوين على امهم على الشائبة قلوا لها يمن هاي طردتنا قدام عينك قاعد منو اطرتكم هاي حزمة التوصيل انا اعلمه شلان اطرتكم هاي حزمة التوصيل شلان اطرتكم حزمة التوصيل يلا فسوات لهم سوات لهم في انتق جديد اي زا حديد سوات لهم شنو في انتق جديد وين فوق رأس الحزمة والتكافأ يلا جهالي عفي يلا جهالي يلا جهالي يلا تعالوا قعدوا يلا عفي عفي يلا فهاي سوت بنت مستوى طاقة جديد سمت المستوى القابل على اسمها لذلك تضيف مستوى طاقة جديد لذلك شنو تضيف مستوى طاقة جديد يسمى بالمستوى القابل زيان منو قاعد بهاذا المستوى جهال من؟ جهال الذرة القابلة تشغله فجوات الذرة القابلة منو تشغلها؟ فجوات الذرة القابلة مستوى فرمي قاعد من النوم قاعد شنو هاي كل ساعة واحد باني يلا تعال يا مستوى فرمي وانزل جوه اش قلنا للمستوى فرمي؟ قلنا للمستوى فرمي مو انت فوق اعلى من عندها زيان ليش اللي تنزل فوقها فوق راسها بالضبط؟ قاعد العالم شون تعرفوكو تشويب غير من اصعد وانزل يعلكو شوائب صح؟ فلذلك هنانه سوف ينزاح مستوى فرمي وان ينزاح نحو الاسفل نحو الاسفل مقترب مقترباً من حزمة التكافؤ فوق راسمان وفوق المستوى القابل زي السؤال هاي الفجوات اللي طلعت ناتجة من انتقال الالكترونات؟ لا هاي زايدات على منو شمرتن يعني هاي الفجوات هاي الفجوات الفجوات ناتجة من الذرة القابلة وليست ناتجة من انتقال الالكترونات أوكي زينيوه الأكثر الفجوات لو الالكترونات أكيد الفجوات هي الأكثر هاي الرئيسية زينيوه الالكترونات هي الثانوية أوكي لذلك مادام هي الرئيسية الفجوات يعني الموجب يعني البوزتف لذلك لذلك تسمى بالمستوى الموجبة ليش؟ لأن الفجوات هي الأكثر بس من أسأل على شحنتها ولكن شحنتها ش تكون متعادلة من أسأل على الشحنة تقولولي المتعادلة من أسأل على اسمها تقولولي البيبوزة الفيع الموجبة هذا المستوى المانح شلون أعرفه باعوا إذا أريد أعرفه أذكر شغلتين شغلتين الموقع بالضبط الموقع بالضبط جي بي اس بغداد المنصور شارع 14 رمضان أمام معجنات الرباط هذا ما حدنات الصباح تمام؟ أنا أذكر الموقع شنو بالضبط؟ أريدكم تذكرون الموقع بالضبط؟ شو تقولولي؟ تقولولي هو المستوي الذي يقع وين؟ بغداد ثغرة الطاقة بعد منصور تحت حزمة التوصيل شارع 14 رمضان يفصل بينهما مستوى فيرمي ويقولولا إذن هو المستوي هذا الموقع تطي الموقع هو المستوي الذي يقع في ثغرة الطاقة تحت حزمة التوصيل ويفصل بينهما مستوى فيرمي هذا الموقع زيان المحتوى منه سوت هذا المستوى المانح؟ ناتج من الذرة المانحة وتشغله أليكترونات الذرة المانحة يلا تعالى عرفوا منهما هذا المستوى القابل يلا الموقع هو المستوي الذي يقع في ثغرة الطاقة وفوق حزمة التكافؤ وفوقه مستوى فيرمي أوك هذا الموقع المحتوى المحتوى ناتج من الذرة القابلة وتشغله فجوات الذرة القابلة هذا هو التشويب أكفة فقرة كلش مهمة وزارية إذا قل لكم قارنوا بين الآيون الموجب والفجوة الموجبة الآيون الموجب وبعد والفجوة الموجبة شي سوون؟ الذكرون ثلاث شغلات شي كم شغلة؟ أتلافة شلون يتولد؟ وشلون حركته؟ الحركة؟ وشنو الصفاته؟ شون يتولد؟ وشنو حركته؟ وشنو الصفات؟ يلا قارن بين الآيون الموجب والفجوة شون يتولد؟ تعالوا شون يتولد؟ هذا الايون الموجب شون تولد؟ ذرة شائبة خماسية التكافؤ فقدت الكترونها الخامس لذلك أصبحت ايون موجب ذرة شائبة خماسية التكافؤ فقدت الكترونها الخامس لذلك أصبحت ايون موجب إذن هي عبارة عن ذرة شائبة خماسية التكافؤ فقدت الكترونها منه الخامس لذلك أصبحت أيون موجب خماسية التكافؤ اللي هي مثل الانتيمون تمام؟ ذرة شائبة خماسية التكافؤ فقدت الكترونها الخامس لذلك صارت أيون موجب زيان الفجوة الموجبة من التعريف مانتها مين تتولد الفجوة الموجبة؟ هاي مين تتولد؟ هاي لو تتولد من التأثير الحراري لو من التشويب بذرات قابلة تتولد من التأثير أو من انتزاع انتزاع الكترون من السيليكون أو الجرمانيوم بواسطة لو بالتأثير الحراري لو بالتشويب بس التشويب بذرات قابلة يا ذرة تطين فجوات تشمر فجوات الذرة القابلة زيان حركته هذا الانتيمون شيرتبط؟ يرتبط بأربع ذرات هذا الانتيمون يرتبط بأربع ذرات سيليكون مجاورة إليه أربع ذرات سيليكون إذن هاي حركته شو نقول مقيدة؟ تمام؟ لأنه يرتبط بأربع ذرات سيليكون مجاورة له أربع ذرات سيليكون مجاورة له لذلك فهو عيون موجب لذلك فهو عيون موجب بينما هناني هاي الفجوة ترتبط بشي؟ لا حرة الحركة حرة الحركة زيان بعد صفاته منطون الصفات الايون الموجب يعني الانتيمون لا يعد من حوامل الشحنة لا يعد من حوامل الشحنة بعد ولا يشارك بالتوصيل الكهربائي بعد ويرتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري لا يعد من حوامل الشحنة ولا يشارك بالتوصيل الكهربائي ويرتبط ارتباط وثيق بالهيكل البلوري أوكي هذا من هو؟ هاي العيون الموجب زيان الفجوة من حوامل الشحنة لو لا راح تقول لي إيه؟ نص الكهرباء من الفجوة نص من التيار ونص من الفجوة إذن الفجوة تعد أو لها دور أساسي في التوصيل الكهربائي ليش؟ لأن احنا قلنا قبل شوية حوامل الشحنة هي الألكترونات والفجوات الألكترون من يتحرك يولد نص التيار اللي هو تيار الألكترونات ونص الثاني ما التيار يولد الفجوات إذن لها دور أساسي وين؟ في التوصيل الكهربائي لأنها لأنها من حوامل الشحنة يا شحنة الرئيسية في نوع منو؟ بي والثانوية في نوع الفجوة فجوة بوزيتف صح؟ إذن الرئيسية بالبوزيتف والثانوية بالنقدف هذه هي المقارنة بين الأيون الموجب والفجوة الموجبة هذه كانت مراجعة سريعة للمقدمة الفصل والتأثير الحراري والتشويب المحاضرة الجاية من المراجعة المركزة إن شاء الله رح نأخذ الثنائيات بالتفصيل يلا باي باي